لو انت اول مرة تتفرج علي فانعايز اقول لك ان الحلقة دي من اهم الحلقات اللي انت ممكن تشوفها على اليوتيوب مش ببلغ في نفسي وبقول لانا تطف رط ولا انا تجامد بس حرفيا الحلقة دي ما شفتش حد قدم المحتوى ده ولا حد خد التجربة وقالها بنفس المصدقية زي ما انا ما هاجي وهنقلها لك ويمكن دي فعلا تاني اهم حلقاتي على اليوتيوب وهي انك ازاي تخرج من اي انتكاسة نفسية وتكسر الكمفر زون فكبر الشاشة ادنى تركيزك من غرغ كتير يلا بنا نبدأ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من قبل رمضان وانا كانت حياتي ماشية كويسة قوي جي رمضان وخلص وقلت انا هعمل معاكم تحدي اليوتيوب ومش عارف ايه وبتاعه وفجأة العيد يخش ولاقي حياتي بعد ما كانت كده بقت كده انغمست في كذا نشاط انا ما كنتش اصلا متخيل انه في يوم الايام هنغمس فيه منهم الاوعاد على القهوة الفرجة على الافلام والمسلسلات ومش عارف ايه وبتاعه يعني زي ما اقولي الي انا كنت صايمه في رمضان فطرته في العيد واللي انغمس بقى في علعاب الكمبيوتر والبلاي ستيشن ومش عارف ايه والمشكلة الي انا كان بقى لي فترة طويلة جدا يعني انا تقريبا اخر مرى مستطيع دراعب الاستيشن كان من سنتين ثلاثة قبل ما نغمس في الفترة دي يعني وحدة الاوعاد على القهوة والفرجة على افلامه ومسلسلات انا فعلا كنت باعد بس الفترة قليلة قوي مع زميلي مع صحاب اللي بالي كتير ما شفتهمش والكلام ده المهم يا باشي وصبت مذكرتي وحالي ومحتالي والتصوير واليوتيوب وانسيت جزء كبير جدا من اللي انا درسته في دبلومة الديتا اناليسز وحقيقي كانت انتكاسة كبيرة جدا 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 في حياتي وكان ملازمني الاحساس بتاع انا فاشل طول الوقت والمشكلة اني برضو ما كنتش عارف اخرج من اللي انا فيه حالة من ضعف الارادة التام وحالة من الاستسلام اللي انا عمري في حياتي ما حسيت او كنت متخل ان اممكن اوصلها اه كان بيجي لي فترات احباط ومش عارف ايه وبتاع بس كنت برجع على طول منها لكن ان فترة تعد معايا كل الوقت ده دي فترة طويلة جدا ولكن الحمد لله قدرت لنا ارجع واحدة واحدة كده للروتيني وحياتي وبتريت لنا ارجع زاكر تاني واخد كورس تاني وكمل الخطة اللي انا كنت ماشي عليها وعملها عشان خاطر عشيق في الدنيا دي السنة دي هنطلع منها بايه مش هقولك بقى ده في السنة ومش عاد فيه بتاع بس لازم كل سنة تخرج بحاجة والمهم يا باشا انا رجعت للروتيني واحدة واحدة وهقولك ازاي دلوقتي ولكن قبل ما اقولك ازاي ترجع للروتين بتاعك وتكسر الحالة اللي انت فيها دي انا عايز اقولك الاول يعني ايه انتكاسة الانتكاسة هي العودة من طريق الثواب الى طريق الخطأ او بالمعنى الاضق تغيير الحال من الثواب الى الخطأ تبقى راجل رياضي جدا وفجأة تبقى مدمن تبقى راجل ملتزم دينيا جدا ونسا تقول عليك شيخ معين انا باكره الناس دي يعني وفجأة تلاقي نفسك خاربها تبقى راجل بتسعى وبتزاكر وبتطور من نفسك ونفسك تبقى حاجة وفجأة ترجع اسوأ انسان انت كنت عليه هي دي بكل بساطة اللي انتكاسة اللي انت كنت بتبقى ماشي في طريق اليمين خب بتبقى في طريق الشمال في اي جانب بقى من انا ذكرت اقوملك دول بس كل ده ما يهمناش احنا عايزين نعرف حل اهم انتكاسة وهي الانتكاسة النفسية الانتكاسة النفسية اللي بتصيب كل واحد مننا الانتكاسة اللي بتبقى ملازماها جلد ذات ومشاعر احباط واكتئاب وحزن باستمرار وديء وخنقة وملكش نفسي تعمل اي حاجة بس قبل ما اقولك اللي احنا ازاي نتخطى الكلام ده بشكل عملي محتاج منك بعد اذنك لله ورق وقلم اللي انا اقول لك ده ممكن ينجح معاك وممكن ما ينجحش معاك على حسب لان دي تجربة شخصية واستند لبعض الجوانب من كتاب اسم الكسر الدايرة نيجي بقى للخطوات العملية اللي انا عايزك تكتبها بايزك وديبتدي تنفزها محتاجي بقى شب قهوة حلو او كوباتش يا بلا من المتينة وترجع لدهرك لورا وتركز معاك كويس اول اول خطوة في كسر الانتكاسة النفسية من وجهة نظري واللي انا طبقتها هو ترك وكسر كل ما هو محفز للانتكاس لو انت من ضمن الناس اللي لنهار في قوتك وقفل على نفسك ومسك تليفونك وعمل تقلب سواء بقى بتقلب في صور حد كان عزيز عليك وانت فقطه سواء انت عمل تقلب في الفيسبوك عشوائيا سواء انت عملت تفرج على فيديوهات لغرض بس انك بتاخد متعة لحظية ايا كان انا عايزك بس تعمل حاجة واحدة بس انك تغير مكانك انا عملت كده انا شلت حاجتي وشلت الاودة بحيس اني اخلق مناخ جديد خاص بالتطوير يعني الاودة لانا كنت عايت فيها فيها السرير وفيها الدلاب وفيها باكل فيها وبشرف فيها وبصوّر فيها وكل حاجة فانا قلت انا عايز اخرج مني كوني في الاودة دي على طول اللي بيبقى برضو ملازمها مشاعر الاكتئاب والحزن واولا ما بخشها بمعادة على سريوماسك الموبايل ومشعاف ايه قلت لأ هشيل حاجتي كلها وحطها في القودة التانية وحرفيا كانت من اكتر الحاجات او اكتر الاسباب نجاحا في اني اطلع من الانتكاسة القودة اصلا كانت متربة وكانت متبهدلة انا هيدوب بس كناستها وحاطيت فيها حاجتي واسفا جاءتا لقيت نفسي بذاكر ورجع لدنيتي فكلنا طالبوا منك انك تغير البيئة اللي انت بتقعد فيها باستمرار واللي بتحفزك على الانتكاس هتلع لواحد يقول يا باش احنا كل اللي احنا عندنا في البيت قطن وصالة عادي يعني اوضة في السطوح اضع في الايمان انك تغير في ترتيب الاوضة بتاعتك تغير مكان سريرك مكان مكتبك لو عندك مثلا بتاعت سبري ممكن تدهن المكتب بتاعك او التربيزة بتاعتك تجيب مفرج جديد تجيب ادوات جديدة تصدقني ده هيحفزك على انك تكسر الروتين وتفكر في انك ازاي تطور واحدة واحدة لان الحاجة الجديدة بتعلي الدوبامين في الدماغ والمخ بيحفزك على انك تجرب نفس الحاجة لان المخ بيبقى عنده صورة او تصور للنشيء ده جديد لمجرب بس اللي انت غيرت شكله ولونه والكلام ده فالمخ بيحفزك على انك احنا عايزين نجرب نقعد هنا بقى ونذاكر هنا ونقعد نشوف الكلام ده فصدقني الخطوة دي مهمة جدا لو انت تقدر تعملها تاني حاجة امشي لوحدك من اكتر الانشطة اللي بقيت مؤخرا اعملها وهو اني بمشي لوحدي الفترات طويلة وحرفيا المشعين لوحدك ده لتأثير السحر وانت طبعا ماشي لوحدك انا مش عايزي تكون معاك تليفون ولا معاك اي ديستركشن تول او بقى الاربودز مش عايزي امشي لوحدك تماما هتلاقي نفسك وانت بتمشي كده عمال تجيب في نفسك افكار لو انت اصلا عايز تتغير وانت مستقمن حالك هتقول لنفسك انا ليه بعمل كده انا مخنوق ليه كده انا كنت فين وبقيت فين اللي انا فيه ده مش كويس انا لازم ارجع اطور من نفسي وارجع تاني انا مش فارق معايا كل اللي انا فيه ده كلم نفسك كلام ايجابي وفكر في انك ازاي تلاقي حلول لمشكلتك لانك مهما سمعت مني او سمعت من اي حد انت علاج مشكلتك بايدك ولكن اوعى توقف فخ اللي انت لما تمشي لوحدك تفتكر الماضي بتاعك وتقول ايه اه يا خسارة انا ضيعت وقت كتير قوي انا اصلا انسان فاشل واللي انا عملته في نفسي ده كان زماني وكان زماني وكنت بقيت اوعى تضرب نفسك بالنار انت خارج عشان تحل مشاكلك بنفسك مع نفسك بنفس ذات نفسك فما تضربش نفسك بالنار في رجلك وحاول تخلي ان دي جلسة نفسية كده بينك وبين نفسك بتعالج فيها او بتفكر في حلول مشكلتك اللي مع الطلاق على انك تكون الانسان اللي انت عايزه ثالت حاجة اكتب في اخر كل يوم لو سمحت افتح التكست نوت بتاعت موبايلك واكتب انت حاسس بايه مش هار تكتب ورقة وقلم مع اني خلي بالك تأثير الورقة والقلم ليه تأثير السحر انا بفتح التابلت بتاعك كده بعد اكتب يعني مش قادر اوصف لك انت بتحس براحة نفسية كده وانت بتكتب احداثك وبتعد تفكر مع نفسك انت هتعمل ايه وتسوي ايه وبتاعك فلما انت تيجي تنيل افكارك على ورق صدقني بيفرق جدا وتحس لانت اتشلم عليك ضغط كده وبالتالي تلاقي نفسك عندك صفاء ذهن وفي نفس الوقت قادر انك تشتغل وانك ترجع واحدة واحدة للروتين بتاعك رابح حاجة افتح اللي كان مقفول ابتدي واحدة واحدة كده افتح كتبك القديمة كورساتك القديمة فيديوهات انت كنت محملها وحطيتها في الفيديوهات المحفوزة على الفيسبوك انت مش عايز تتفرج عليها اتفرج عليها بس مش بغرض التعلم بغرض انك بس ايه بتحاول تشوف معلومات جديدة وانشطة جديدة بدل الملل اللي انت فيه ولكن بمجرد بس ما تحط نفسك جوه نشاط جديد المخ هيتحفز انه يشوف الجديد او يشوف الكلام ده كتاب ده بيقول ايه الكورس ده بيقول ايه المهم انت بتعمل كده ان عايزك تكون قافل موبايلك تماما ومش وضع تيران تكون قافل موبايلك وحطه بعيد عنك في بقى الخطوة الحاسمة في انك تكمل في انك تروح اصلا تفتع الحاجة دي ولا لأ لما تيجي تكرر انك تعمل كده هتلاقي صوت جوهك بيقول لك ايه بقول لك ايه كبر دماغك انت كده كده اصلا لو فتحتها انت بقى لك فترة قاعد مش هتعمل اي حاجة ولو فتحتها مش تفرق معك يعني يعني الخمس دقيق دول هم اللي هيخرجوك من اللي انت فيه الصوت ده بقى هو المصيبة هنجيله كمان شوية ده ليه حكتة لوحده ده المهم تجهل الصوت ده لان انا اخد بالك انا بقولك ان هو هيجي لك فلو انت ما تجهلتوش يبقى انت شخص ضعيف فانت شاف كده وتجهله بمجرد بس ما تبدأ هتلاقي نفسك والله انت زالع على نفسك وزعلان على الوقت اللي انت ضيعته وهتلاقي نفسك متحفز انك عايز تبدأ من جديد ولكن هتلاقي برضو نفس الصوت ده جاي لك بيقولك ايه ابدأ من بكر تجهله وابدأ من دلوقتي اللي هتبدأ ديئة لان بعد ديئة دي تحس اللي انت عندك احساس انك مسيطر على حالك وده نقطة البداية بتاعتك يا صاحبي خمسة اتحرك واشرب مية كتير لو سمحت العب رياضة بانتزام انا عارف ان رياضة بتبقى تقيلة ومرهقة وصعبة في البداية وحياتك وفي النهاية بس خد بالك فيه افكت كده انت بتاخده من الرياضة يعني تقريبا مفيش حاجة تانية بتدهولك التأثير بتاعلي انت عرقاني وبتتحرك واللي انت تحركته وكسرت الروتين بتاعك ده اكسم بالله التأثير بيبقى ذهنيا ونفسيا وجوسمانيا كويس وانا مش قادر اوصفهولك بس الناس اللي بتلعب رياضة عارف انا بتكلم في ايه المهم انا عايزك تروح الجيم ايوا تروح الجيم وما تقولش ان انا هلعب في البيت احنا عايزين نخرج برى البيت معايش فلوس اروح الجيم اخرج لعب في الشارع ما عنديش ايه مشكلة في ايه حتة عندكوا انت بتلعبوا فيها رياضة الع فيه لفو السطح عندك المهم ان انت اخرج من البيت ما تقوليش عصو انا ايه تمرين في البيت اللي اخترع تمريدي البيت ده يعني ما واعتقدش مثلا ان seguinte 4 الناس اللي تقولك انه هتمرم في البيت بتتمرم في البيت اطلاقا يعني فاروح الجيم حتى لو هتروح كل يوم 3 دقايق انا عايزك بس تتعود على انك تروح وتيجي وصدقني هتفرق جدا 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 في حياتك لان التكرار لنشاط جديد انت بتاخد منه عائد ومكافأة صدقني هفرق جدا في حياتك وهيخليك انك تتعود على الرياضة في يومك حتى لو انت هتروح تلعب 3 دقايق تأثيرها قوي جدا والله العظيم ويمكن لو هتخرج من الفيديو ده بانك تلعب رياضة بس تفرق جدا في نفسيتك وصحتك والله العظيم سادس حاجة اكسر الصوت الدخلي تعالي بقى تلاقي نفسك بتقول انا عايز افتح الكورس وذاكري يطلع لك صوت يقول لك يعني ايه هتيجي على دور البابجي اللي احنا نلعبه احنا قدامنا وقت كتير عادي يعني انت في الجيم وعايز تتمرن وفي التمرين اللي قبل الاخيرة يطلع لك صوت يقول لك سبك من التمرين دي انت اصلا كتا كده جسمك وجعك اتعملت بما فيه كفاية انت عارف نجاحك فين نجاحك في انك تعرف ان الصوت ده هو نفسك الشريرة زي ما قال كاتب او مؤلف كتاب كسر الدايرة ان النفس الشريرة دي هي النفس اللي بتدفعك دايما للاسوأ واحنا كمان عندنا الصوت ده في الاسلام هي النفس الامارة بالسوء وهي دي بقى اللي بتفرق ناجح عن فاشل هو ده اللي بيقعد يقول لك ايه اتحدى نفسك وحارب نفسك انت مش بتحارب نفسك انت متخيل انك بتحارب صوت جواك انك تتجاهل الصوت ده هو اكبر انتصار ليك ولو حطيت في دماغك ان انا صح من الصبح انا عندي الصوت ده يفضل يزن علي في كل مرة انا بعمل فيها سلوك كويس وانا مهمتي ان انا بس ستجاهل الصوت ده وضعفي في اني اقبل او اني اسمح لنفسي اني اكمل واسمح كلام الصوت ده صدقني لو انت مشيب بالموينس دي قصما بالله ما في حاجة هتيجي قدامك هتلاقي نفسك مستمر في الجيم مستمر في تطوير نفسك مستمر في انك تتعلم اللغة مستمر في انك تحفظ القرآن مستمر انك تعمل اي حاجة انت نفسك فيها هي دي بقى الحرب اليومية اللي الناس تقول عليها بس انا محبش لفظة حرب ومش عارف ايه بتاع هي دي اللي بيقولوا عليها تمارين عضلة قوة الاراضة انك ما تسمحش لنفسك انك تسمع الصوت الداخلي واحتياج جسمك للدوبامين او الانستمجراتيفيكيشن او المتعة اللحظية هي دي اللي بتفرق الجامد عن الضعيف واخر شيء اللي هو اول شيء انت المفروض تبدأ بيه هو الدعاء ادعي ربنا فانك تخرج من اللي انت فيه وانت برضو تدعي ربنا هتلاقي نفسك بتقولك هتدعي ربنا او انا معاك ان ربنا بايده كل حاجة وبس انت شايف ان واحد زي واحد ساوي اتنين وبتاعه وان الظروف والدنيا ادعي ربنا واكسر الصوت الداخلي هتنجح من اول مرة لا ولكن خد بالك لو فضلت مستسلم هتفضل ضعيف شايف نفسك وحش وما انجزتش اي حاجة في حياتك وتعبان سلام